مشاهدين الكرام وللحديثة أيضا حول هذا الموضوع ينضم معنا هنا في الستوديو الأستاذ والخبير القانوني محمد سمرة استاذ محمد مرحبا بك ضيفا كريما استاذ محمد هل ما جرى للنساء ظلم حقيقي هل يمكن اعتباره ظلم حقيقي ويتوجه بإعادة النظر به بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لكم والمشاهدين الكرام يعني بداية يجب أن يكون الصورة واضحة من المشاهد الكريم موضوع الكوتا النسائية هو موضوع متعلق بحقوق الإنسان اللي يستهدف الفئات الضعيفة أو المستضعفة في المجتمع وعالة ما تكون هي النساء أو الأطفال فيما يتعلق بالنساء الموضوع الانتخابي يعني الدستور عندما نص على موضوع المادة 49 بما تقول حصة النساء أو الكوتا النسائية في مجلس النواب بما لا يقل عن 25% طبعا فيها هدف الهدف هو موضوع تحقيق العدالة العدالة أنه تقتضي أن تكون هناك تمثيل للنساء في مجلس النواب بما لا يقل على هذه النسبة وتحديدا تم تحديد هذه النسبة في الدستور وفي قانون الانتخابات لضمان الحد الأدنى هذا بمعنى أنه مفهوم المخالفة أنه لا يمنع من أن تكون نسبة 90% من أعظام الجس النواب هم النساء أو حتى 100% نص الدستوري ونص القانوني واضح لكن اليوم عندما تجد هناك تفسير مغاير لنص دستوري ونص قانوني بالتأكيد أن القانون عندما وجده هو اللي يعطي الحقوق وعندما يتم تفسير القانون بشكل خاطئ هو بمعنى فيه ظلم وفيه سلب لحقوق المرأة في الانتخابات نعم ما الضير أن تكون المرأة متصدرة للمشهد السياسي العراقي لماذا يقف الجميع ضد هذا الموضوع وخصوصا في هذه الحالة الأقيرة شوفوا الدستور يعني حالة حالة بقية دستير العالم فيه نص في الباب الأول باب الحقوق والحريات ونص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبمناسبة هذا مبدأ عالمي شوفوا دائما الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية التوجه الدولي بشكل عام سواء كان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى بالعهدين الدوليين الاتفاقيات ملزمة الموضوع المساواة لضمان تساوي الحقوق والمساواة أمام القانون مع تماثل المراكز القانونية بما أن هذه الفئات اللي هي النساء دائما ما تكون مستضعفة في غالبية دول العالم منها دول العالم الثالث اللي نحن منه بالتالي يتم التأكيد على هذا الإطار والمنظمات الدولية تؤكد على هذا الموضوع على موضوع احترام نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب ولا يوجد ما يمنع أن تكون مئة بالمئة إذا كانت إرادة الشعب تريد أن تمثيل النساء لا مانع بالمناسبة بالعراق يعني نعدنا نسبة النساء من 60 إلى 65 بالمئة بمن باب أولى أن ترتفع نسبة تمثيل النساء على نسبة تمثيل الرجال ولا يوجد مانع ربما كثير من القيادات النسوية بإمكانها أن تمارس العمل السياسي والعمل التنفيذ ربما أكثر كفاءة من الرجل نعم من ناحية أخرى هناك غبن أيضا يرى مراقبون أن هذا غبن بحق الناخبين الذين انتخبوا هؤلاء النساء كيف ترى ذلك؟ يعني شوف في حضرتك الانتخابات خصوصاً وفق القانون الأخير اللي جريت بموجبه الانتخابات هو فيه نوع من التمثيل الحقيقي إلى درجة معينة عندما حصر التصويت فيه ضمن مراكز أو مناطق انتخابية قسم المحافظات إلى مراكز انتخابية محددة المواطن عندما يذهب لإدلاء بصوته ويعرف من ينتخب ليس كما في الانتخابات السابقة أسماء مجهولة ربما غير معروفة بالتالي كان الهدف من هذا أن تكون إرادة الناخب مقدرة ومحترمة أكثر من الانتخابات السابقة على الاعتبار هو ذهب لانتخاب مرشح بعينه مرشح بذاته بإسمه لكونه يعرفه وبالتالي عندما تسلب حق المواطن الذي ذهب الانتخابات عندما تغير من آلية موضوع فوز المرشحين هنا فيه اعتداء على حق المواطن هو حق دستوري حق الانتخاب بالتالي أنا أعتقد أنه الإجراء أو رأي المفوضية كان فيه مجانبة للصواب رأي غير صحيح واليوم الكرة ستكون في ملعب المحكمة الانتحادية وهي محكمة دستورية هنا سؤالي بالضبط إن كانت هناك تأثيرات سياسية بخصوص هذا الموضوع هل المحكمة الانتحادية معنية بهذه التأثيرات؟ شوف حضرتك نحن نتعامل اليوم مع محكمة عليا محكمة فيها من خيرة القضاة الدولة العراقية يعول عليهم بنزاءتهم وكفاءتهم أن يكون لهم القرار الصحيح القرار الصائب في موضوع إعطاء كل ذي حق حقه لدينا ثقة كبيرة بالمحكمة الاتحادية في هذا الإطار بأنها سوف لن تلتزم بتفسير مفوضية الانتخابات وإن كان بعض أعضاهم من السادة القضاة لكن موضوع الخبرة القضائية موضوع الرأي الدستوري هو في نهاية المطاف هو للمحكمة الاتحادية ونعتقد أنه سوف لن تلتزم بهذا الإطار بتفسير مفوضية الانتخابات وسوف تكون بجانب التفسير الدستوري والنص الدستوري الواضح في المادة 49 وأيضا النص القانوني في المادة 16 مقانون الانتخابات التي تقول أن نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب بما لا يقله إذن هو الحد الأدنى الذي كان نوع من الضمانة الدستورية والقانونية لحقوق المرأة في هذا الإطار وبالتالي الحد الأعلى هو مسموح به أن يرتفع إلى ربما 100% أو 90% من أعضاء مجلس النواب لا يوجد مانع قانوني أو دستوري في هذا الإطار طيب أستاذ محمد إلى أي درجة يمكن القول أن مثل هذه الملابسات تؤثر على شكل الانتخابات العام وتجرح نزاهتها يعني موضوع الجرح النزاهة موضوع متعلق ربما بالتزوير ربما تلاعب بنتاج الانتخابات وإلى درجة معينة يعني موضوع تجرح بسلامتها بمدى دستوريتها إذا ما تم الأخذ بهذا التفسير الخاطئ لنص دستوري ونص قانوني واضح فيما يتعلق بالكوتة النسائية نعم ونعتقد أنه شوف حضرتك حتى موضوع المراقبة الدولية في هذا الإطار يعني كان من المهم أنه ممثلية الأمم المتحدة المتعلقة والتي مكلفة بواجب مراقبة الانتخابات وشرعيتها إلى درجة معينة لأنه سوف يعول عليها فيما بعد في موضوع إعطاء المشروعية واضفاء المشروعية الدولية عليها يجب أن تكون مركزة على نقاط مهمة وموضوع هذا مهم هناك من يسأل أين دور الأمم المتحدة من هذا الموضوع هو هذا الموضوع حتى مسألة إبداء الرأي لم يصدر إبداء الرأي يعني هذا الموضوع هو موضوع عالمي موضوع دولي موضوع متعلق بحقوق الإنسان هناك اتفاقيات كثيرة أبرمت بين دول العالم برعاية الأمم المتحدة أولى أن يكون لموثلية الأمم المتحدة في العراق التي تراقب الانتخابات إلى درجة معينة إلى نسبة معينة أن تدلي برأيها في هذا الإطار وتعمل نوع من الضغط باتجاه يعني ضغط سابق باتجاه عمل المفوضية أن تحترم مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المرأة في موضوع التمثيل النيابي المهم اليوم حصل الذي حصل هناك تفسير خاطئ من قبل المفوضية وهناك طوعون قدمت أمام المحكمة الاتحادية باعتبارها المحكمة العليا المحكمة الدستورية التي تنظر بمدى شرعية أو دستورية القرارات والقوانين التي تصدر من مؤسسات الدولة العراقية بما يتفق مع حكام الدستور فإذا وجدت حسب رأيها الدستوري أن هذا القرار هذا التفسير هو خاطئ يخالف الدستور في مباب أولى أن يكون قابلا للنقض وسوف يترتب عليه بالتأكيد هو التغيير في نسب التمثيل النسوي في عضوية مجلس النواب القادم طيب أستاذ محمد هل يمكن اعتبار أن هذا التفسير الذي صدر يمكن أن يكون خشية من تصدر النساء للمشهد السياسي في العراق وما تضير في ذلك؟ وابتداء لا غير هذا هو حق دستوري وإرادة الشعب وهي التي تحدد من يكون عضوا في مجلس النواب لكن ممكن تفسرها من اتجاه آخر على الاعتبار أن القيادات السياسية أو الخط الأول أو القيادات المخضرمة التي مارست العمل السياسي وفق مفهوم الديمقراطي بعد 2003 لحد الآن القادهم غالبيتهم من الرجال وهم ينظروا إلى موضوع تمثيل النسوي هو تحصيل حاصل دائماً هم تبع لقيادات الكتل السياسية لم تشهد الساحة العراقية قيادة نسوية أو كتلة نسوية حقيقية دائماً ما ربما يعاب على بعض السيدات النواب في الدورات السابقة هم ارتضوا أن يكونوا تبعاً لقادة كتل السياسية لم يفكروا يوماً أن يخصصوا لهم أو ينشئوا كتلة نسوية عابرة طائفية كتلة نسوية وطنية بقيادات نسوية ممكن تكون ممثلة تمثيل حقيقي لإرادة المرأة العراقية لتمثل أكثر من نصف المجتمع هو خلل ربما في تطبيق القانون وهيضاً خلل في السيدات السيدات النائبات في الدورات السابقة لم يخطوا مثل هذه الخطوة وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا تبعاً لقادة الكتل السياسية مع كل الأسف هل تتوقع أن تخضع المحكمة الاتحادية للضغوط السياسية في هذا الجانب بالذات فيما يتعلق بالكوتر؟ لا يعني ممكن أن تكون إذا كانوا من هناك لا سمح الله يعني موافقة أو توافق في الخضوع لتأثير سياسي ربما في أمور أخرى في موضوع الطعون في عادة الانتخابات ربما في التزوير ربما في الشارع الملتهب لموثل الكتل السياسية معينة أما هذا الموضوع أنا أعتقد أنه أقل شدة وأقل وطأ بالتالي لا أعتقد أن المحكمة الاتحادية سوف تتأثر بهذه الضغوط السياسية وأنا لا أنفي أن وجود مثل هكذا الضغوط على اعتبار أن الكتل السياسية تتعامل مع عدد بغض النظر هو رجل عمره هناك من يقول أن هذا الموضوع يمكن أن يغير في نتائج الانتخابات نعم أنا أتفق معك أنا أكون الفكرة أنه بغض النظر كان الرجل أو عمره هو المتحدة السياسية يتعامل مع عدد لديه عدد من أعضاء مجلس النواب لكن قصد أنه أولويات الضغط السياسي ربما تكون هذه في مرحلة أو المرتبة الثانية أو الثالثة قياسا إلى المشاكل الكبرى الموجودة في هذا الإطار لكن أؤكد أنه المحكمة الاتحادية فيها من القضاة المحترمين متمتعين بالنزاهة والخبرة القانونية والكفاءة والتبكير أو القياس الوطني والمصلحة الوطنية في هذا الإطار اليوم الدولة العراقية متوقفة على مصادقة المحكمة الاتحادية إذن الدور المهم هو المعول عليها الذي يقوم به أعضاء المحكمة الاتحادية بحسم هذه الطعون وحسم هذه الملفات يترتب عليها نتائج ربما تنعكس سلبا في المرحلة القادمة طيب من جانب آخر هل تعتقد أن هناك من الممكن أن يستغل هذا الموضوع لتحقيق الهدف الذي كان يرجو من أجله إعادة الانتخابات أو تغيير نتائجها لا لا أشوف موضوع إعادة الانتخابات يعني لا يرتبط الموضوع أنه التغيير تمثيل نسوي أو التغيير ما قد يستغل الموضوع قد يقول أن هناك ثغرة أخرى فيها لا لا يعني ممكن الأقرب إلى موضوع إعادة الانتخابات والطعن بدستوريتها موضوع حلم الجس النواب قبل أوانم يعني هذا ممكن هذه الدعوة الأقرب إلى الطعن الدستوري بمفهوم العام الذي يقبل من قبل المحكمة الاتحادية أما الطعون الأخرى فيها الطعون حسمت بقرار نهائي من قبل اللجنة القضائية لمفوضية الانتخابات وقراراتها بموجب القانون لقرارات باتة وقطعية لا يمكن إعادة النظر فيها أو الطعن فيها المحكمة الدستورية تنظر في الإطار الدستوري العام في مدى انسجام قرارات إجراءة الانتخابات وعضوية المرشحين الفائزين هل عليهم شوائب قانونية تمنع من أن يكونوا أعضاء لمجلس النواب وفق حكام القانون والدستور أما الطعون الانتخابية فلن تقبل مجددا أمام المحكمة الدستورية لكن موضوع الكوتا النسائي هو موضوع متعلق بخرق قانوني لا يتعلق بإجراءة العمل الانتخابية موضوع تفسير القانون وهذا من صلب صلاحية المحكمة الاتحادية أن تنظر في مدى الالتزام مؤسسات الدولة وبنضمنها مفوضية الانتخابات في تطبيق القانون إذن عندما يكون خلل في تطبيق القانون وليس طعن وخلل في تطبيق القانون وليس في الإجراءات هنا ممكن أن تنهض مسؤولية المحكمة الاتحادية وتعيد النظر وتكلف مفوضية الانتخابات بإعادة النظر وإعادة احتساب أو احتباع آلية صحيحة في موضوع التمثيل النسوي في هذا الإطار هل وصلنا إلى مرحلة يمكن القول فيها أن تصحيح مسار الانتخابات والمسار الانتخابي بات أمرا واجبا وضروريا على الجميع يعني بالمحصلة عندما يركن الجميع إلى القضاء المتمثل بأعلى محكمة المحكمة الاتحادية هي محكمة دستورية مثل ما تسميها بقيد دول العالم عندما يضام الشخص يضام مؤسسات الدولة يضام البواطن يلجئ إلى القضاء إذن القضاء هو الملجأ الأخير بالتالي هو المعول عليه في إصدار قرار يرفع المظلمة ويحقق العدالة في هذا الإطار إذن لا سبيل وبالمناسبة يعني حتى الكتل السياسية عندما تلجأ إلى القضاء وتلجأ إلى تطبيق القانون هذا شيء يعني يحسب لهم بعيدا عن التصعيد بعيدا عن إثارة الوضع الأمني اليوم القضاء هو من يتحمل المسؤولية وأعتقد أنه في هذه الانتخابات خصوصية على اعتبار أنه في ضمن أعضاء مفوضية الانتخابات هم سادق قضاء المسابقين واللجنة القضائية هم في نخيرة القضاء ومن ثم المحكمة الاتحاد إذن اليوم العملية الانتخابية الانتخابات عام 2021 هي تختلف من حيث آلية والجهات التي تدقق وتراقب وتقبل الطعون وبالمجمل كانت نسبة الدور القضائي بأكثر من 80% هو المعول عليه في اتخاذ مثل هكذا قرار والكرة اليوم في ملعبهم وهم الأجدر والأحق والأقوى في إصدار مثل هكذا قرارات تنصف من تعرض إلى ظلم نتيجة خرق القانون أو سوء تفسير نصوصه الخبير القانوني السادة محمد السامراء حقيقة كنا مسرورين بوجودك معنا شكرا جزيلا لك حياة الله حياة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة